ولذلك الرسالة للأذروع الإعلامية للسيسي النهاردة بالليل هجيلك التعليمات من أحمد شعبان إنه من بكرة تجيب أسامة جويش ومحمد ناصر وتجيب أي كلام هيطلع في مكملين واتطلعوا عندك في القناة وتحاول ترد عليه أنصحك ما تعملش ده لأن إبراهيم اللي مع نشأت في الإيربيس مش هيعرف يعمل اللي الشباب معنا بيعمله ومش عارف مين اللي مع أحمد موسى الظابط اللي معاه مش هيعرف يشتغل زي ما احنا بنشتغل مش هتعرفوا يا جماعة والله ما هتعرفوا مش تنطيت عليكم بس أنتوا فعلا مش هتعرفوا أنتوا مجموعة فاشلة بتشتغلوا في الرتح بتشتغلوا معددات من كان منكم على كفاءة على قدر من الكفاءة فقد غيبتموه خلتوا يقعد في بيتهم صفرتوهم من البلد خلاص ما بقاش عندكوا إعلاميين كفاءة بقى عندكوا طبالين على كفاءة عالية والطب للبلد اللي بتعملوه ما ينفعش يأكل مع حد زي ليه؟ لأننا مش هطبل لأننا بقولك بشتغل بأرقام فدي الرسالة أتمنى أنها تصل للي بيكتب دلوقتي رسالة السامسونج فكر في صياغتها كويس بالمعطيات اللي بقولها لك لأن مهمتك صعبة نرجع بقى لعب فتاح السيسي ومكملين صراعوا معانا ما بداش بس في يونيو الماضي لا ده كان من زمان حتى الزملاء مسيرة مكملين اللي بدأناها من 2013 واستمر في الزملاء حتى إغلاق القناة في أبريل أو مايو الماضي كانت مسيرة حافلة بالتهديدات من عبدالفتاح السيسي تعالوا نفتكر مع بعض السيسي خاطب مدعين مكملين أو كل المدعين اللي برة وقال لهم إيه في 2017 وإلى حد تاني بقى يتكلم في القنوات التلفزيونية برة دول يقولوا علينا ونبتال لما أفزا والله كله حيتحاسب كله حيتحاسب والله كله حيتحاسب اللي بيتحك على الناس واللي بيخدع الناس واللي بيخطم أمال الناس كله حيتحاسب وأنا متأكد أن أنت هتتحاسب ليه؟ لأن أنت ارتكبت كل الحاجات اللي أنت قلتها أنت دحكت عن الناس وخدعت الناس وتجرت بألام الناس وبالتالي أنت أكيد هتتحاسب وزي ما قلت الصحافة أحياناً بتكون مهنة عظيمة جداً لمحاسبة أمثالك وده حاجة أنا بفخر أن أنا شغالها أن أنا بشتغل صحافة عشان في النهاية تصل لفتح أمثالك ممن خدعوا الناس وقتلوا الناس وظلموا الناس فيوصل في الآخر واحد زيك لمنصة محاسبة ومحاكمة عن طريق إيه؟ عن طريق عمل صحفي يعني ده يعني هناية وسعدي والله دي حاجة أقابل بها ربنا وقول له رب تقبلها مننا اشتغلنا صحافة وما تحكناش على الناس ولا حاجة بس في الآخر وصلنا واحد زيه أنه يتحاسب أتمنى أن نهاية اللي احنا بنعمله ده يكون كده أن هذا الرجل وحاشيته يحاسبه أمام الشعب المصري نتاج عمل صحفي وأعمال أخرى بس أتمنى أن نحن نكون بنساهم في ده عن طريق اللي احنا بنعمله في مكملين المرة دي طيب اتكلم السيسي عننا قبل كده برضو اتهمنا أن نحن أهل الشر وأن نحن بنضل للناس وقال أن هم ما قالوا لكوش أن انتم فقر أوي خلينا نسمعها لأيه وبعدين نرجع نعلق يساكر على أهل الشر وتخطيطها وتركبها لإذائنا كلنا ويستخدمون لناكل بعضنا البعض يقول لك خلي بالك ده مسهل فيك خلي بالك ده المشفقدين بالهم منكم خلي بالك ده ما بيأكلكش خلي بالك ده ما بيعلمكش بس ما قال لكش خلي بالك أنك أنت فقير أوي محدش قال لك أنك أنت فقير أوي لا قريت حد يقول لكم أن احنا فقر أوي فقر أوي كل ما حملا أقول مش كده هدي شريف مش كده مش كده يا خلي والله العظيم تلاتة بتتحرق في كل حكومة معاها طب تتحرق ليه؟ عشان ما تتحرقش مصر عشان يا دكتور معيد عشان مصر ما تتحرقش عشان اللي ضميرهم ضعت ومش هممهم مئة مليون ويقولوا الأكاذيب والتشكيك ويدوروا في كل موضوع على الإساءة وتشكيك الناس البسطاء ويقولوا له هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا مئة مليون هتروحوا من ربنا فين طب أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ بقولوا لأننا رهاني كان دائما على المصريين ووعيهم وإحنا كمان يا عبد فتاح رهاننا على المصريين ووعيهم وده اللي إحنا بنعمله وده اللي قلقك وتعبت جدا المرة دي لأن خطابك ده مش هياكل مع الناس أنا قلت الكلام ده هو بيقول محدش قالك أن إحنا فقر قوي لو تفتكروا معايا كده الأسبوع اللي فات إحنا طرحنا سؤال على حضرتك هو إحنا فقر ليه؟ فاكر؟ فاكر ووقفت على الشاشة دي اللي عليها صورنا وصور هذا الشيء وعليها السؤال بتاع لماذا يقاف السيسي من مكملين وقلت لك هو إحنا فقر فعلا واستعرضت لك موارد مصر وثروتها فاكر ولا لأ؟ فاكر فأنا مش بطلع أقول للناس أن أنت فقر لا أنا بأخذ الكذبة اللي أنت بتقولها وبروح أتحقق منها فيه نوع من الصحافة يا عبد فتاح لأنت ولا أدرعك الإعلامية تفهم فيه اسمه الفاكت شيكين أن أنت بتعمل تحقق من المعلومات والبيانات أنا لي أصدقاء بيعملوا في هذا البرنامج كصحفيين فريلانس صحفي حر يعني ببعث له لما يبقى فيه فيديو إحنا مش متأكدين منه أو خبر أنا ما بطلعش أديهم باخده من الزملاء بفري الإعداد وببعثه للصحفي اللي بنتفعله فلوس عشان يتحقق لأنه شغال في وكالات كبيرة فبيعمل التحقق من هذا الخبر من هذا الفيديو مصدره مكانه تاريخه ده علم في الصحافة غايب عن أمثالك غايب عن نشأة غايب عن مخبر زي أحمد موسى أحمد موسى لو قلت له تحقق من البيانات هيقول لي ده فيه منصة تحت فيه قرى أرضية تحت منصة ربعة فعشان كده بقول لك فيه فجوة كبيرة بيني وبينك فيه فجوة كبيرة بيني وبينهم أنا بأتكلمك في صحافة اتعلمناها ودرسناها وبنشتغلها وانت بتكلم في حاجة تانية كرى أرضية تحت منصة ربعة فعلم التحقق من البيانات ده لما انت بتقول احنا فقرة قوي بناخد الكلمة وبنقعد مع فريل اعداد وبنبعتها للشباب اللي شغالين معنا كصحفيين صحفي حر وبنتحقق من قصة هل احنا فقرة فعلا في مصر او لا وبنطلع نقول عندنا موارد واحد اتنين تلاتة اربعة مصر فيها مش عارف غاز بايه وبتعارف ايه النظام بيقول كده ودي الارقام الرسمية دي الحقائق ودي المصادر الموجود فواحد زيك لما يسمع الكلام ده هيعمل ايه انا بقولك هتحس بالعجز فيه فرق سرعات يا حبيبي انت مش قادر تجارين المرة دي المرة دي انت متفاجئ وهتفضل متفاجئ على فكرة كتير لانك مش عارف انت مش عارف تواجه انت حتى الان مش قادر تحدد الاستراتيجية نشتمهم ولا نتجهلهم نهاجمهم ولا نبص الناحية التانية نقول عليهم خونا طب الناس بتسمعهم نقول عليهم انه هم وحشين واهل الشر طب ما الناس شعارفين ان احنا اللي اهل الشر نعمل معهم ايه الحل الوحيد تواجهه بنفس اسلوبه وهو اسلوب غايب عنك طيب نرجع لمكملين شوية قبل ما نطلع الانطلاقة دي مكملين الانطلاقة الاولى فجئنا في عام 2019 بالمركز الاعلامي العسكري بينشر نشرة داخلية فيها كلام مهمة وعن مكملين خلينا نشوف الصورة كده الصورة بتتكلم عن ابرز القضايا التي تم تناولها في وسائل الاعلام 41.5% نشر قناة مكملين الاخوانية فيديو بعنوان تسريب سيناء وامور اخرى في النشرة وفي صورة تانية هتطلع برضو كان استكمال للتعامل اللي او الشغل اللي مكملين عملته في هذا التوقيت يعني ايه الكلام ده يعني الازمة موجودة من زمان الازمة مع مكملين والخوف من مكملين موجود من زمان موجود من اول مطلعنا وعشان كده قلتلك فيه نوع من انواع الصحافة بيتميز بالتحدي ومكملين هي النموذج الامثل ده مش تقليل من حد والله لكن بما ان الواحد ليه تجربة شخصية وكان شاهد عليها فاقدر اقول يعني بالفم المليان انها تجربة مثالية لنموذج الاعلام الذي يتحدى نظام ديكتاتوري